المتحور الجديد أوميكرون وحسب مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا تعرض إلى طفرات شديدة بشكل كبير على مجموعة غير عادية من الطفرات مؤكداً أنها مختلفة تماماً عن المتحورات الأخرى التي اتشرت سابقاً ووفق مركز الاستجابة الوبائية في جنوب أفريقيا فإن هذا المتحور يحوي 50 طفرات إجمالية وأكثر من 30 على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس منظمة صحة العالمية من جهتها أشارت إلى أن بعض طفرات هذا المتحور ظهرت مع سلالات أخرى كدلتا وألفا وبتا كما أوضحت أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسيين عن الإصابة بسلالات تقليدية للفيروس بما في ذلك ارتفاع شديد في العدوى وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات وتظهر صعوبة نوعا ما في الكشف عنه حتى مع اعتماد فحوصات الكشف السابقة بما أن هذا المتغير لديه عناصر ناقصة في جين الأس الذي يسمح بالتعرف السريع على الفيروس وبالتساؤل عن جدوى فعالية التطعيم والعلاجات وتأثيرها على متحور أوميكرون يقول الخبراء إن اللقاحات المستخدمة حاليا ليست مصممة بناء على خواص المتحور الجديد كما لا توجد حاليا أي بيانات حول قدرة التطعيم على مواجهة هذا المتحور من عدمه فالأمر يحتاج لمزيد من الدراسات حتى يتبين عدد الجرعات اللازمة لتقليل خطره فيما قالت العديد من شركات الأدوية إنها تعمل على تكيف لقاحاتها في طوء ظهور هذه السلالة الجديدة من كوفيد-19